القضية المهمة جداً دلوقتي كمان طبعاً التحاد الكورة حتى الآن ما صدرش عنه جديد في موضوع قيد اللاعبين الأجانب هو تكلم بس على أنه كان بعد جوابات قبل بداية الموسم للأندية يفيد بالتخفيض لكن لما حنقرارك الجواب اللي كان جي للأندية الحقيقة يحتاج من الأستاذ عمر الجنيني وعضاء اللاجنة الخماسية أنه يقفوا كتير قوي عند مضمون الجواب واتجاهات القرار نفسه هو كان أرسل من قبل الإدارة التنفيذية السابقة ماشي قبل ما نكلف أو نطلب من إدارة تعال نقراه إحنا بمفهومنا تعال ما احنا بنوضبط المصطلحات بقى وبعدين هم يقولوننا شايفينه إزاي طيب أنتو عارفين أنه اتحاد الكورة سامح للأندية في الموسم ده بقيد أربعة أجانب ولعب من سوري أو فلسطيني أو من شمال إفريقيا شمال إفريقيا معنية بها طبعا لأنه القرار حتى ذاكر شمال إفريقيا لكن كله بيجيب يا الجزائر يا المغرب يا تونس ممكن ليبيا لكنه الدارج أنه لاعب من شمال إفريقيا أو فلسطين أو سوريا وده يعمل معاملة مصري بالإضافة إلى أربعة أجانب ده القرار اللي موجود قبل بداية الموسم ما يبدأ الإدارة التنفيذية السابقة للإتحاد برأسة العميد سروة تسويلم بعتت جواب أو شروط القيد الجديدة اللي على الأندية أنها تراعيها في الموسم الجديد اللي هو اللي جاي ده اللي اللاجنة الخماسية دلوقتي معانية بتنفيذه الجواب فيه أبا شواندس اللاعبون الأجانب في خانة اللاعبون الأجانب في حالة استخدام لعب أجنبي لابد أن يكون مقيدا بأحد أنديت القسم الأول أو الثاني في بلده يعني لازم أن تجيب فرز أول يسمح بقيد عدد فرز أول ده بيقول لك قسم الأول أو الثاني ده ما تسعى لك برضو عشان لو الدرجة الثانية عايزة تجيب لعيب ممكن تجيبه الدرجة الثانية برضو أو أنت دي عايز تجيبه الدرجة الثانية طيب يسمح بقيد عدد أربعة لعبين أجانب كحد أقصى أربعة أجانب كحد أقصى في كل نادي من أنديت القسم الأول أسوى بالموسم الماضي علماً بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءاً من الموسم الجديد عشرين واحد وعشرين عشرين 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 واحد وعشرين يعني الموسم اللي جاي هيتم التقليل يسمح بقيد عدد اتنين لعبين أجانب في حد أقصى في كل نادي من أنديت القسم الثاني ماشي يجوز قيد لعب واحد فقط فلسطيني أو سوري أو شمال إفريقي ولا يكون ذلك من ضمن عدد اللاعبين الأجانب على أن تطبق هذه المادة موسم عشرين تسعتاشر عشرين عشرين فقط اللي هو الموسم الحالي ويعامل معاملة المصريين يعني طيب هيعمل معاملة المصريين الموسم ده فقط بعد كده يعني الموسم الجاية هيعمل معاملة أجنبي طيب أنت قلت الأربعة دول هيتخفضوا الموسم اللي جاي هيتخفضوا الكام تخيل أن جاب زي كده ما نصش على كام هو عمل حاجة شبه الصح بس ما أحكمهاش شبه الصح احنا تملي بنقوله أما تعمل قرار ما تعملوش بأثر راجعي ادمه له لتنفيذه بس لما تدمه له لتنفيذه بأثر فوري تقصد بأثر فوري راجعي راجعي يعني ايه يعني أنا النهاردة بيقولك ما أنا عندي عقود هم همشي اللي عندي فقالك عندك سنة تفكر عندك سنة تفكر هم يعني هو ده فلسفة اللي أنا في امتهى من جوابه وبعدين ما قالك أنه هتتعامل مع السوري والشمال الأفريقي لمدة موسم يعني أنا هجيب لعيب اتعاخد معا لمدة موسم يعني اللي كتب الجواب برضو كان في دماغه حاجة ربما تكون موضوعية لكن ما تكتبتش بتفاصيل تسمح عدم الاختلاف عليه عند التنفيذ ده بيقودنا إلى الموقف الراهن الموقف الراهن أن بلونة الاختبارات حدفت خليني عند الأربعة كمان أنت قلت أن الأربعة بس أخد بالك الموسم اللي جاي هيتخفضوا هيتخفضوا الكامل ليه مهما أنا بقول لك ما فيش تفاصيل ما ديتنيش التفاصيل هيبقوا كام ولما يتخفضوا هيتخفضوا وإنت ملتزم بيعقدهم هتدفع لهم غرامات ولا هيتخفضوا وإنت هدفع لهم فلوس فحضيع عليك يعني هيتخفضوا إزاي وهم مين وهم هيتخفضوا أنت ورجعت وقلت السوري والشمال الأفريقي والفلسطيني مصريين معين أن الفلسطيني والسوري وطبعا بديه أن أي أجنابي أنت كنت قلت أن لو الوالدة مصرية هيعمل معامل مصري زمان في التفسيرات طب أنت لما تجد عامل معا في الوضع ده هيبقى وضعه إيه السوري اللي من أم مصرية يستسنى من هذا العدد ولا لا الفلسطيني الشمال الأفريقي الأجنابي اللي من أم مصرية هيتعامل إزاي مسائب فيها تفاصيل دقيقة ودائما يقول لك الشيطان يكمل في التفاصيل اللي هو شيطان الشيطان الخلاف والاختلاف واللي هو مش ممكن يكون يعني يتم تجاهل كل التفاصيل دي لأنها مضرة جدا جدا وإحنا مش هنشتعل للاتحاد نبقى ضد أنديته يعني أنت ما تدينيش لخصة وتسحبها مني وبعدين تقول لي تعاقد مع لاعب أو ما تعاقد مع لاعب ثلاثة أربع سنين ثم تفاجيني تقول السنة جاية يسيبه إزاي يعني على القلي إيه يتقال كده احترام العقود حتى نهايتها هو ده هو ده الوضع المنضبط المنضبط شوف العودة عندك أخير هقول من بعد آخر موسم أنا هلعب كذا من بعد آخر موسم للعقد يعني أفرد أن أنت عندك أربعة واحد العادة بتاعها يخلص السنة دي ما تجدتش بالزبط خليك مع التلاتة اللي أنت ما قلتش هم تلاتة أولا اتنين ده مفتوح قالك هلت تتخفض ربما أنا الأوان أني عودهم على الأندية اعتبروها صاحبة مصلحة وصاحبة الشأن يعني يعني أنا مش حفضل أفرد نظام ما أناش عارف بأفرده ليه وكل واحد بيبقى في دماغه فلسفة ومصلحة من الاتجاهات لكن صعب الشأن اللي بيدفع واللي بيقبض واللي بيفرز لعبة المنتخبات واللي هو مراية مراية الكرة المصرية ما بيتاخدش رأيه بالصمراء فلازم الاتحاد الجديد قبل ما يحدث البالونة دي يقعد مع الأندية ويشوف إيه الأضرار مش أنت ممكن جدا مصلحة الأندية تبقى ضد مصلحة الأقل وزمالك تحديدا وبيرامن اللي هم عندهم الباور المادي اللي بيقدروا بيجيبوا رغم من الأندية التانية مستفيدة إنها بتاخد منهم الإعارات من غير ما تدفع فلوس كتير يعني والله لو الأندية التانية يعني تفكر حتلاقي من مصلحة إن عدم العبس بهذه العلاقات لأنها في الآخر بتاخد من الزمالك وبتاخد من الأهل وبتاخد من بيرم وبتاخد من غيره لعيبة بمبالغ تقدر عليها في شكل إعارات بيبقى عارات سنة من اتنين ستة شهر بتقدر تمدي سنة وحتى اللي بترجعه ممكن جدا وانت بترجعه نتيجة العلاقات الطيبة تاخد غيره يعني بتفتح الباب الأندية عمالة بتوفق أوضحها بشبكة من المصالح الكل مستفيد في الآخر لكن مش عاديين نضر الكرة المصرية ونضر المشاوير بقى اللي عندها التزامات إقليمية في الآخر طيب اتحاد الكرة الحالي لأنه الاتحاد الحالي ما هوش كان السبب وراه هذا الجواب غير المفهوم خالص واللي حتى صياغته غير منضبطة بالمرة والتخفيض مفتوح يعمل إيه دلوقت مفيش حد قادر أنا أقول لك بره معلش أنا آخر عشان نقفل صفحة الجواب اللي اتبعت ده الصفحة الجواب اللي اتبعت ده اتبعت على عوجها على أساس أن اللي كان اللايحة كان بتقول أن مدير التنفيذي للاتحاد هيكمل لأقرب جمعية عمومية للانتخابات فبعت الجواب فهو كان متصور أن بس نمشي فتر انتقالات ونقعد مع الأندية نضبط كل حاجة طيب دلوقتي اللجنة الخماسية اللي بتدير هو عايز يعمل لمسة تسهم شوية في تطوير الكرة المصرية هو هل أنت مستقر فنيا أربعة مناسب ولا ستة أكتر ولا يبقوا تلاتة ولا يبقوا اتنين مبدئيا أهمية وجود اللعب الأجنبي في المسابقة المحلية لازم أن يتم الاستقرار عليه لأن احنا حتى وإحنا بنشيد بمسابقة زي الدور السعودة باشماندس فيها تمانية وهينزلوا يبقوا سبعة طيب هل المستوى الموجود للعب الأجنبي في المسابقة المحلية كنقطة فنية تحتاج إلى حوار مجتمع فني بين خبراء اللعبة استوديوهات التحليل وكل البرامج الرياضية اللي مشغولة بأمور غريبة جدا يقدروا فعلا دي قضية تتبحث مع الفنيين مدربين الأندية لأنه حتى لما يتقال مدربين المنتخبات احنا عايزين نعمل ده علشان مدربين المنتخبات بيقولوا دي يتخنقى شوية لفرصة اللعب المصري فمدربين المنتخبات لما كانوا مسكين الأندية كان شهيتهم مفتوحة على اللعب الأجنبي لما راح المنتخب هي ايه المصلحة الفنية بالزبط هل انت وقت ما منتخب مصر كان حسام حسن رأس حربته الأساسية كان معاه فليكس لما كان جون أتاكا في الإسماعيلي كان معاه خالد بيبو لما كان مهاجمين أجانب في الزمالك كان فيه مهاجمين مصريين وفيه زهبي بتاعه الأهل كان في لافيو وجل بيرت وجل بيرت يعني مبدئيا فيه قصور في التنقيب على المواهب دي قضية تانية فيه أساس النضوب في معين المواهب دي قضية تالتة لكن في الأصل هل وجود اللعب الأجنبي يضر المسابقة ولا لا وفيه زاوية ما حدش ياخد باله منها بقى اه يعني هو بيقول لك اه الأجنبي قد يثري المسابقة اه ويدر المنتخب يعني بمعنى ايه هتجد الأندية الأسبانية اه قوية جدا لكن المنتخب الأسباني حصل له ايه بعد شوية بقى قوي جدا يا طب واخد بالك ليه انت دلوقتي وانا اقول لك بقى في الحالة المنتخب المصري ما هو انت متصور انك تتوسع في فتح باب الاحتراف للعيبة صغار الصين وان ده يعود بالفائدة وكل ما تتكلم تدي أمثلة التلات أربع لعيبة المحترفين تريزيجي ومحمد صلاح وتريزيجي بالترتيب كده وإحجازي والنيني والمحمدي اللي هم احترفوا برا وقابليهم كابتن احمد حسن وقابليهم طبعا كابتن حسام وابراهيم وهاني رامزي واني مش بحصر يعني انت لو ما سمحتش بلعيبة أجانب تيجي من برة ما تقدرش تفرد على اندين هتطلع لعبتها هتعمل مشكلة جميلة متخلات ومخرجات اه اما هنا بطلع لك لعيب بتقفل زاوية وتفتح الزاوية او بعير لعيب اه او بدي فرصة لعيب عشان اه حقدر عوضه لو ما درتش عوضه بعناصر ثانيا هو انت لو لا نتائج الاهل وزمالك الافريقية ما كنتش بقى لك تواجد على الصحة الافريقية على المستوى المتخبات طبعا فانت برضو مش معقولة هتكتف الاندية المصرية في مواجهة الاندية العربية او الافريقية في الصحات الاقليمية القضية فنية جدا ومعقدة ولا بد من بحثها مع اصحاب الشاء فقط اصحاب الهم السبع ثمن اندية اللي عندهم فرص للمشاركة في البطولات الافريقية والاقليمية عربيا وافريقيا ثمن اندية نعتبرهم ثمن اندية كويس دول هم المعنيين بهذه القضية الدرجة التانية برضو بتقولك انا لما بجيب ناشئ النهاردة افريقي وببيعه بقدر امول نفسي به حتى لو بيعته النهاردة بمثلا بتمن بخس بحط نسبة عالية جدا في الريسيل بتاعه 30 و 40% في عادة بيعه في عادة بيعه لما ينور وشوفنا لعيبة كتيرة طلعت من الدور الدرجة التانية من الاجانب اهيلين جدا قضية يجب ان تبحث فعلا مش من منظور اللحظة من منظور يعني النهاردة وبكره وبعضه اذا على الاتحاد مبدئيا ان يزغي لرأي الاندية يشوف الاندية والمختصين الفنيين وجهة نظره في الموضوع من اصله اهمية وجود اللعب الاجنبي رقم اتنين العدد المتاح او الممكن يكون مناسب في القوائب وساعتها لازم ان نحترم العقود لان دي اموال كل الاندية متعقدة عندها لعيبة اجانب انت دلوقت هتجبره لما تيجي تقول له السنة الجاية الاربعة هيبوا تلاتة او هيبوا اتنين حيمشي ناس متعقدة هتاخد فلوسها هتاخد فلوسها بالدولارات هتجبره انت على اهدار مال عام مين السبب ومين مسؤول ده سؤال مهم جدا رقم اربعة هل انت دلوقتي حسبت المسألة صح فيما يخص اللاعب الشمال الافريقي لما تعمل تعمل للتقارب بين الاتحاد المصري مع الاتحاد اتحادات دول شمال افريقيا جزائر وتونس والمغرب في التكتل اللي مصر دخلت فيه في الشمال الافريقي فقلت ان انت هتفتح لمزيد من التعاون التجربة افادت اه افادت الاهل مستفيد جدا من عالم علول الزمالك مستفيد جدا من بن شرقي مستفيد جدا من ساسي الاهل عمده وليد ازاره اذا انت على الصعيد التعاون مع لعب شمال افريقي انت مستفيد وفيه اندية فيها لعبة فلسطينيين اللعب الفلسطيني مهم الشباب او اللعب السوري في الظرف اللي سوريا بتمر بي داتوابه مهم حتى يعني لما راح مرعي اسمه مرعي عمر مرعي وحسين السيد وحسين السيد ووجود وحسين السيد وعمر جمال وعمر جمال رح وريجا يعني ات برضو لعبتك لازم تخرج تحتك برضو فزيد دوريان اذا تفعيل العلاقة مع الاشقاء في الدول العربية في شمال افريقيا مسألة مهمة جدا هل انت دلوقت عايز تشيل هذا الشرط او هذا البند هل الدرس كويس ولا لا ليه انت بتتخلى عن هذا التقارب في الوقت ده دي مسألة لها ابعاد تانية لازم انتراع انما مش كلمة تتقال وخلاص اتمنى انه قضية القيد سواء للاجانب او للعب الشمال الافريقي او الفلسطيني او السوري تحظى بعناية ودراسة من الناحية التعاقدية من الناحية الفنية من ناحية مراعار ظروف وحوال الاندية اشمعنا فلسطيني وصوري هو العراقي والليبي مش في نفس الظروف يعني اللعب الليبي طبعا والعراقي ده الليبي وظروفه والعراقي أصعب اذا انت يا اخي ما تقول اللعب العربي العربي بس ليه على طول عملين كل موضوع نفصله حاجة كل موضوع نفصله خليك كده يا منفاتح خليك انت بدورك القوم المهم جدا واللي انت مطلع به اللعب العربي مسموح بولعب اه او اثنين يعني اذا كانت المصلحة واحد كبير واحد صغير يعني شوف المصلحة به هاتوا من الخليج هاتوا من الشمال هاتوا من الغرب هاتوا من المكان تجيبه بس لاعب من دولة عربية يعني انا رأي ان دي بتحل مشاكل والله بتحل مشاكل كتير جدا وبتدي فرص للنجملة حتى الكبار اللي يخرجه بدون الغضادة والثورة الجماهيرية دي يعني يبقى عندك نجم كبير وعايز فعلا يروح فعلا اخر مرحلة في حياته اقامل نفسه تدي له فرصة يطلع بره بس تكون عارف تجيب واحد بداله من غير ما تخسر مكان فهو يقدر يروح كلاعب محلي هناك وتجيب انت من دوريات العربية لعيب مكانه صحيح وانت بتعمل حتى تبدل للحكام وتقلل التعصبات والحساسيات هتقللها طيب واللتحكيم حتى ده انت بتتبدل الحكام مع دول شمال افريقيا ما هو الفكرة في بروتوكول انت عايز تدوب الحوادث ماشي حلو بس ادرسها انا مش بقول ان ده الصح ممكن انا لما ععد في التعادل كرة يتقل قدامي وجهة نظر تانية ما انا مش شايفها تختلف النقطة بقى فكرة ان انت عايز تجيب مستوى في الفرز الاول يقولك يكون لعب في القسم الاول او القسم التالي الهدف منه ان انت عايز ترتفع بمستوى اللعب الاجنب اللي جاي التوجه سليم بس هل عمليا انت بتخدم الاندية ولا بتضرها مبدئيا النادي المفترض يتعاقد مع اللعب الافضل والانسب بالنسباله في سعره وفي قيمته وفي مركزه لكن هل انت بتجبره يعني لو الاجنب اللي راح يجيب فليكس لو بيلعب في نادي مغمور ما ينفعش تسجلهله لازم ان يبقى جاي من نادي في المستوى الاول او التاني طب هو المستوى الاول او التاني بديهيا هينتقل الى الاندية الاوروبية او دلوقت الاندية الخليجية اللي هي اغراتها اكبر فحتى فكرة تنقيب الاندية المصرية عن مواهب مدفونة شوية في اندية مغمورة في افريقيا انت بتقفل عليها الباب وده اللي احسن خلي بالك ليه اه هو دي تبارد في وقت من الاوقات كان فيه عملية شوية عشوائية في الاختيارات اه كان يروح اي واحد يجيب شروة اه مدينة البعوث الاسلامية لكن محدش النهاردة حتى في اندية الدرجة التانية والتالتة هيروح يجيب لعيب يصرف عليه وهو مش احسن من اللي عنده ده هو ده هو جايبه بيجيبه دلوقتي مش بس الغرض فني في المقام الاول غرض تسويق يهدف تسويق يعني انت فيه اندية بتجيب وعايزة فيه واحد عنده تلات اربع لعيبه وصغارين في السن اه وتعرض علي هذا الكلام فهو طبعا لو راح قاله زمالك ملوش اي بكاه اه فبيروح ياخده على نادي من اندية الدرجة الاولى او التانية اه احنا ملخبطاننا بالاولى والتانية والممتاز به والممتاز يعني درجات الاقل لحد ما ينور شوية يبتدي تنقل فبيحطوله شرط جزائي يخلي النادي بتاعه يستفيد استفادة كويس بالزبط بالزبط انت بقى في الحالة دي بتشوف لعيب قريدي نجح اه فما عندكش عنصر مخاطرة فلما حتى وفي نفس الوقت مهما دفعت في الشرط جزائي هيبقى ارخص بكتير من انك تتفاوض عليه من انه يكون جايلك من دوري من دوريات الكبرى العربية او الافريقية العملية سيب السوق وقالياته تحدد وبعدين عملية القايمة استاذ ابراهيم هو ليه ما حدش بنقشها دي عاوي يدي يقولك ما تسجلش في القايمة كذا لكن ما فيش حاجة اسمها ان اللعيب اللي خارج القايمة يمشي بلاش في عقد وده اللي بيحصل برا ان العقد لازم تاخده مني بيع وشرة طب حتقولي ايه ما انا هتحكم في مصيره لا مش هتحكم في مصيره اللي مش مستفيد منه او تحطله العقد الفير اللي عوضني وفي نفس الوقت ما يعطلش اللعيب هنا تدخل انت بقا يبقى فيه قلية من القليات اللي تتحكم يبقى ازاي يتحسب سعره كل ده تقودنا الى ايه مزيد من الاحترافية في معالجة مشاكلنا مزيد من الاحترافية مزيد من الدراسة مزيد من الدراسة الجد بجد لانه انشغالنا بحاجات وليلة جدا سايبين القضايا الكبيرة اللي هي مؤسرة قوي في صناعة كرة القدم ومشغولين بتوافع الامور انت دلوقتي فكرة انك انت خايف ان الاندية او عايز تقول ان الاندية المفروض تنتقل لعبين الافضل ده توجه كويس بس اللي بحاسب النادي او بحاسب مجلس ادارة النادي على اهدار الاموال في اي لعبين اقل من المستوى جمعيات العمومية انت بتنشط دور الجمعيات العمومية في اداء دورها الرقابي الفعال انما انت كاتحاد انت بتحط بنت علشان تحجر بيه على هذه الاندية في الاختيار فبتضر بتضر بمصالحها في عملية الانتقاء وبالتالي ما بيقدرش حق لا لا داف التسوقية ولا يخوى ابدا على منافسة الاندية العربية مش بس الاوروبية في اللعبة المميزين بيحاول يعالج مشكلة وقتية فما بيبصش للتدعيات الحل على حاجات تانية يعني بيخرج من حل في ازمة وقتية عنده مشكلة قيد لاعب مثلا او نادي زنق وجاب لاعب وداله وفلوس وهيقيده زي بتدي غير اللايحة وبيقول له بس استنى جاني عملية ترحيل الازمات وكل سنة يبقى بنظام اخطر ما يهدد اي عمل مؤسسي ما فيش شركة بتشتغل ان بتحل ازماتها يوم بيوم بيبقى في خطة قصيرة الاجل ومتوسطة الاجل وطويلة الاجل وان دي امتى تحل المحل دي وخطة الف وخطة بيت ولما نفعش دين نلجأ للخطة دي هذا هو العمل المحترف وهذا هو الحقيقة دور اللي جان اللي داخل اتحاد وكورة اللي يجب ان تتوسع وهي بتدرس مش ضروري ان هي يعني دورها هيقتصر على فطرة الانتقالات فتفاجئنا بس ييجي يقولك الغاء العقود القديمة فجأة هترجع تاني اللعيب يتحكم فيه عشان نبدأ العقد الجديد فاهمني انما تقدر تقول السنة الجاية العقود الجديدة عن نموذج الجديد الجديدة مش القديمة ليه عشان ما فيش واحد يمضيني في بداية الموسم وياخدني اخر الموسم وانا مش من حق امشي فوقت ما تنزل النموذج الجديدة يبدأ التفاوض او التفاوض زي ما انت عايز بس يبدأ التعاقد على النموذج الجديدة حل المشاكل طيب اللعيب اللي طالعلي من تحت وانت بتقول سجل 25 والسنة جاية حلغي 97 الذي يبقى لي تعويض فيه او تقول قائمة انتظار ما تحكم في اللعيب ولكن اللعيب كمان ما تحكم فيه حط القليات انما كده انت بتوصل انها تصرف ومش عارفة هي بتصرف ليه لان مهما كان النادي عبقر يقولك فين قطعنا شيء في اللقاء هو قطعنا شيء مش هيتطلع اكتر من واحد او اثنين ويوم يطلع ثلاثة يبقى فيه لان معنى انه يطلع اكتر من ثلاث لعيبة كل سنة يعني كل خمس سنين هتغير الفرقة هتغير الفرقة